مستمعنا في دوازتين اقترح لكم حرشات فرديين في الفران اللي قدمت لنا البارح خديجة ام ياسمين واللي تلبوها بزاف دي المستمعات وانتمنى انكم توجدوه ان شاء الله في القوتي غدي نحتاجو المقادير باش نحضروا الحرشات غدي نحتاجو رابعة دي السميدة رقيقة رابعة كذلك دي الطحين فورس كاس صغير دي السانيدة ما كان عبروش بالكاس دلعنبا هاد الحرشات وانما كان عبرو بالكاس صغير اللي كان شربوه في اتايدك صغير مش في دلعنبا دونك كاس صغير دي الاتاي دي السانيدة كاس صغير دي الحليب سائل وكاس صغير دي الماء كاس يعني مع مرش كاس صغير دي الزيت قبيصة دي الملح جوش خمارات دي الحلوة شوية دي الخميرة المعجونة دي الخمس وبيضة وحدة كاملة هادو هما المقادير قلنا حرشات فرديين في الفران غدي نحتاجوه في المقادير باش نوجدوها رابعة دي السميدة دقيقة رابعة دي الطحين فورس كاس صغير دي السانيدة كاس صغير الحليب كاس صغير الماء كاس مع مرش كاس صغير الزيت قميسة الملح جوش خمارات الحلوة شوية من الخميرة المعجونة الخبز وبيضة وحدة كاملة بما انه كين رابعة سميدة ورابعة دلتحان فوس ذاك شي لاش ما عبرناش بالكاس العنب الكبير وانما غير كاس صغير اللي كنشربو في قاتاي ذاك صغير هو اللي غادي نعبرو قياسه ساندة وحليب والماء كاس مع مرش كاس صغير الزيت طيب يتريد من الجهة مرش كاس صغير Urmte Biolq وV giving her a cupopopi دلتحان فوس يجي مع ديك رابعة دلتحان فوسط اما بنسبة الطريقة فنخلطوا المقادر بطريقة عادية مع القول الذي بدينا نخلطوا رابعة تسميدة الرقيقة مع رابعة دلتحان فوسط مع كالصغير ساندة كالصغير الحليب كالصغير السيد كالصغير الماء قبيصة الملح جوش خمارات الحلوى شوية الخميرة المعجونة الخبز وبيضة واحدة كاملة كنخلطوا هاد المقادير مع بعضيتها كلها بلا ما نعجنوها بلا ولو غير كيتخلطوا هاد المقادير كلها مزيان ثم كنحصلوا على العجينة ديال الحرشة كنناخدو هاد العجينة وكنشكلوا منها كويرات وكننقرسوها بسميدة الغليدة كيلي متمكن كي ياخد يعنيها كغريسة وكيدير يعني سميدة في الكف وكيحاول انه يدير على شكل كويرات وكيلي كي ياخد مثلا الزلافة الصغيرة على حسب القياس من الافضل هاد الحرشات يجو شوية صغيرين يعني زلافة صغيرة نرشوها بسميدة الغليدة وكنديرو هاد القريسات وكنقى ندورو ديك الزلافة حتى كتدور كتكور لنا هادي وكتجي علش كل حرشات فرديين صغار نقولنا كنقرسوها بسميدة الغليدة ناخد الفران مفرشة برقسي وكنستفو هاد الحرشات متبعدين وحده حده وحده متبعدين وكتطيب الطيب ديال بهله ديال غريبة يعني ناخدو الفران منسبة الفران كنشعلوه على عافية مزيانة يعني من اللي كيسخل مزيان الفران كنديرو عافية متوسطة وكنخليو غير الفران الفوق اللي شاعل حتى كتشقق لنا هاد الحرشة من الفوق وكنخليو لتحت الشاعل وكنخليو واحدة كالطيب وكتحمر ودك الساعة كيلي كي ياكلها كيف ما هيكي اللي كيد هنا بزبدة وعسل او لا مع الفرماج على حسب الاختيار ديالكم فهذه هي الطريقة يكفي اننا نخلطوا 4 سميدة رقيقة مع 4 طحين فورس مع كصغير ديال سانيدة كصغير ديال الزيت وكصغير ديال الحليب وكصغير ديال الما قبيسة ديال الملح كانخلطوا مع الشخمرة ديال الحلوة شوية الخميرة ديال الخبز وبيضة وحدة كاملة كانخلطوا هاد المقادير كلها بالامن عجنوها كانت تخلط كانحصلوا على عاجين ديال الحرشة كانشكلو منو كويرات وكانقرصوها في السميدة الغليدة كان ستفوها فلاطة دي الفران مفرشة بفارقة سيل فوري زي وكان ستفو الحرشات متبعدين وكان تطيب في الفران يعني الطيب دي البهلة الفران يكون سخون من قبل من بعد كان نقصو العافية ما كتبقاش مجهدا كان دورة متوسطة وكان شعلو الفران الفوق حتى كتشقق لنا هاد الحرشة بحل البهلة من اللي كتشقق كان تفو عليها الفوق وكان خليه واغيل تحت حتى كتطيب وكتحمر وكان قدموها بصحة وراحة